تعالوا بقى نروح للزميلة العزيزة روزان نصر هي موجودة حالياً في فرع النادي الأهلي بالجزيرة ونتعرف معاها على آخر الأخبار والمستجدات كل ما هو متعلق بالنادي الأهلي وفرقه المختلفة صباح الفل عليك تفضلي سمعينك صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد من مقر نادي الأهلي فرع الجزيرة عن لكم كل الأجواء طبعاً في البداية خليني أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في بعثة طبعاً الإمارات في كأس العالم للأندية فأول مواجهة ليه من شاء الله 5 فبراير خليني أنا أقول لكم سريعاً الأجواء النهاردة في النادي الأقبال نقدر نقول أنه هو جيد لكن لأن الطرق كمان ما كانتش زحمة قوي ودرجة الحرارة كمان بشكل عام جيدة وتحديداً في النادي درجة 13 نروح بقى للألعاب الأخرى وهنبدأ برجال طائرة الأهلي اللي بيتأهلوا لنصف نهائي كاس مصر بعد أن حققوا فوز مهم جداً على حساب فريق سبورتينج في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات دور التمانية من البطولة نروح كمان لرجال يد الأهلي واللي بيتعادل مع الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري وأقيمت المباراة طبعاً على صالة الدكتور حسن مصطفى وشهدت أداء قوي من الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 16 لـ 15 وفي الشوط الثاني استمرار الأداء المميز من جانب لعبي الأهلي وتبادل الفريقين تقدم إلى نهاية الشوط الثاني وتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 29 لـ 29 وأخيراً من أخبار النادي الأهلي وفد الأهلي برئاسة طارق أنديل عضو مجلس الإدارة حدد مواعيد وأماكن لقاءاته بعضاء الجالية المصرية في الإمارات لترويج طبعاً عضويات النادي على هامش بطولة كأس العالم للأندية المقرر طبعاً إقامتها في أبوظبي خلال الفترة من 3 لـ 12 فبراير المقبل طبعاً دي كانت أهم وأبرز الأخبار هنا من نادي الأهلي فارع الجزيرة بشكركم جداً وعودة لكم مرتين أحداً بشكر الجزيرة الشكر على هذه التغطية